السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي النهاردة ان شاء الله حبيبي هنشتغل مع بعض حل اسئلة كتاب الباهر بيج 134-135-134-135 تعالوا حبيبي نشوف مع بعض اول سؤال بيقول read and match اقرأ ووصل الفستين يكونوا انا المفروض هقرأ كل الصف ده وبعدين هاختار الفستين يكونوا طبعا هيكونوا ايه short sleeveed نصكم shirt لا او مصن نصكم no an old orange hat قبعة قديمة لونها برتقالي لا love bright colors الوان زاهية جميلة لا وبعدين very colorful ملونة جدا هي دي اول واحدة عندي هتكون رقم D طب بعدين mexican girls الفتيات المكسيكيات love bright colors بيحبوا الالوان الزاهية يبقى رقم C وهنشطبها طيب he had to wear وعندي ايجابتين short sleeveed white shirt ولا an old orange hat طيب نشوف التانية everyone wears A كل واحد بيرتدي A طبعا هنا في A شي ينفع اخذ الاجابة رقم B عشان في An شي ينفع اقول A An يبقى he had to wear short sleeveed white shirt يبقى هنا number A he had to wear an old orange hat he had to wear an old orange hat يبقى هنا رقم B طيب رقم 4 everyone wears A كل واحد يجب ان يرتدي A short sleeveed white shirt عميص ابيض باكمام قصيرة يبقى هنا رقم A طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده يا حلوين بيقول لي A choose the correct word اختار الكلمة الصحيحة we have to wear A everyday لازم نرتدي ام الحاجات دي بنرتديها book في حد بيلبس book no bag طب بنلبس bag no tie tie يعني كرافتة لازم نرتدي كرافتة كل يوم number two our school uniform is really زي المدرسة بتاع is really خدناها بالنص كده في الدرسة سنة خمسة is really smart انيق جدا we like it احنا بنحبه number three I bought a green new ولا white new ولا new green طب تعال نشوف احنا خدنا ترتيب الصفات هيكون ازاي سنة خمسة قلنا size الاول وبعدين edge edge وبعدين color وبعدين material وقلنا size edge color material size edge color material طيب يبقى color 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 الأول وقبله edge وقبله size طيب تعالوا نشوف هنا green new اللون الأول وبعدين edge no white new نفس الكلام هو جاب لللون الأول لا هو المفروض اللون مش بيكون الأول بيكون edge edge يعني هقول old ولا new قديم ولا حديث قديم ولا جديد يبقى دي الإجابة الصحيحة new green jacket new green jacket طيب نكمل يا سنة خمسة بيقول لي my favorite clothes ولا colors ولا sports أنا مش هينفع أختار غير لما أكون عارف ايه دول المفضلة بالنسبة لي أكتر حاجة مفضلة في الملابس ولا الألوان ولا الرياضة are the shirt and trousers البنطرون والأميس يبقى أكيد دول ملابس يبقى close number five my favorite is blue ده لون يا ولاد لون أزرق يبقى أنا لازم أختار color لكن لو هنا مثلا قال لي English الإنجليزي يبقى دي subject يبقى أنا بختار على حسب الكلمة اللي بعد القوس بتعبر عن ايه طيب السؤال number three بيقول لي إيه سنة خمسة read and rearrange the words to make correct sentence اقرأ وقعد ترتيب الكلمات لتكون جملة صحيحة ميكسيكو هات wear people in هنبدأ طبعا بpeople الناس وبعد الناس دي احنا لازم نجيب فين الverb هنا wear يبقى people wear الناس بترتدي in mexico في المكسيكو هات هات او ممكن اقول people wear hats in mexico الاتنين هيكونوا صح people wear hats in mexico ممكن اقول people wear people wear in mexico هات الناس بتلبس في المكسيكو قبعات يبقى على حسب ما احنا هنشوف نقولها ايه people wear hats in mexico طيب القمنا رقم to i هنبدأ بi وفين الverb i like طيب في كمان لو انا قلت i like our school uniform في كلمة really حقا حقا بتجي بعد الفعل يبقى i really like our uniform school ولا school uniform لا طبعا احنا هنا كأننا بنوصف الزي بانه مدرسي بتاع المدرسة يبقى our school uniform الزي المدرسي طيب ياولادي ياحلوين تعالوا نشوف number three بتقول ايه girls bright mexican colors love هنبدأ بمكسيكان وكأن دي صفة المكسيكيين بتصف مين بتصف الgirls يبقى mexican girls الفتيات المكسيكيات كأن mexican دي صفة بنصف بها الفتيات ما لهم عايزة verb الفيرب هنا love طيب اقول colors bright ولا bright colors طبعاً bright دي صفة بتصف الالوان يبقى هتيجي قبلها يبقى bright colors نقول كمان mexican girls love bright colors mexican girls love bright colors طب تعالوا نشوف السؤال اللي بعد يا حلوين بيقول ايه read the following text and answer the questions اقرأ الفقرة او النص التالي واجب على الاسئلة at school في المدرسة I wear a pearl blue shirt انا برتدي اميص لون ازرق شاحب او ازرق باهت and dark blue trousers وبانطلون ازرق غامق we have to wear a tie every day لازم نرتدي كرفatta كل يوم it's dark blue الكرفatta دي it's اصدو الطاي الكرفatta مالها بها dark blue بكل لون ها ازرق غامق with light blue stripes on it مع خطوط لونها ازرق فاتح موجود عليها the girls in my school also wear a pale blue shirt كمان البنات في مدرستي بيرتدون اميص ازرق باهت but they don't wear trousers ولكن لا يرتدون بانطلون they wear a blue and white chicken skirt بيرتدوا بيلبسوا جيبة كروهات من اللون الازرق والابيض مع بعض chicken يعني كروهات البنات مش لازم يلبسوا تاي كرفض طب نشوف اول سؤال بيقولت which is the correct answer at school في المدرسة I wear a pale blue بسو السؤال ده من اسهل الاسئلة يعني السؤال اللي تضمانه فيه ان شاء الله انكم تقفله الدرجة I wear a pale blue shirt يبقى shirt اهي سنة خمسة طيب we have to wear a يجب ان نرتدي a we have to wear a tie يبقى طي بجب من نفس القطع انا مش بجب حاجة من عندي do the girls have to wear a tie هل البنات لازم ترتدي طي كروفطة ممكن اقول الاجابة دي no the girls don't have to wear a tie وممكن اقول no they don't اي اجابة هتكون صح no they اصدقى انا شلت وحطت مكانها زي وبعدين do بخليها don't مع no وممكن اقول no لا girls البنات don't have to wear a tie وخلصت كده الجملة بتحت طيب وبعدين بيقول لي what color is the toy اي هي الوان الطي دي يا حلوين تعالوا نشوف بيقول لي it's dark blue with light blue stripes on it كل الاجابة دي انا هاخدها كده بالنص زي ما هي وهكتبها هنا في رقم four طيب يلا نكتبها كده it's dark blue with light blue stripes خطوط ايه لونها ازرق فاتح ونقت عليها وخلصت الجملة بتاعتي طيب اخر حاجة بقى بيقول لي my school uniform my school uniform يعني الونيفورم المدرسي اللي انا هلبسه في المدرسة هيكون شكله ازاي تعالوا نكتب جمل سهلة يا سنة خمسة وجمل بسيطة في البراجراف اول حاجة ممكن اقول my name is انا اسمي او اقول I am واقول اسمي بقى مثلا my name is Sarah انا اسمي سارة او I am Sarah I am in primary five انا فصلة خمسة I wear my school uniform انا بلبس الونيفورم المدرسي بتاعي every day كل يوم my school uniform is really smart حقا الانيق طب بنلبس ايه بقى I wear I wear a dark blue skirt طبعا البنوت هتلبس جيبة I wear a dark blue skirt and a white shirt وكمان اميس لونه ابيض I love my my school uniform بتاعي كل يوم my school uniform is really smart اللبس المدرسي بتاعي حقا انيق I wear a dark blue skirt جيبة لونها ازرق غامق طبعا لو قلت ان انا ولد هقول pants او shorts بانطلون او short and a white shirt وقميس لونه ابيض ممكن اقول I have to wear a tie لازم البس tie اللي هي الكرفتة I love my school uniform انا بحب school uniform بتاعي انتظريني الفيديو الجاي هنكمل بقى اسئلة اليونت باي باي